السلام عليكم أهلا بحراتكم وحلقة جديدة مع أسامة نتناول فيها أهم أخبار النادي الأهلي وكرة القدم المصرية ولكن كالعادة بنبدأ بالدعاء لأهلنا في فلسطين اللهم ثبتهم اللهم منصرهم اللهم عيدهم يا رب العالمين وكذلك الدعاء للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي الصابق بالرحمة والمغفرة هو جميع موتانا يا رب العالمين لا صوت يعلم فوق صوت مباراة القمة الآلي والزمالك في نهاية كأس مصر بتحكيم أجنبي كما أخبرت حضرتكم يمكن في حلقة الأمس قلت لكم أن القصة انتهت إلى الاستقرار على طاقم تحكيم أجنبي والحديث طبعا تم تأكيده من خلال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم دكتور إهاب الكومي في مدخلات عدة بالأمس أن طاقم التحكيم أجنبي وبالفعل كان هناك انقصام داخل التحاد وكل الكواليس قلتها لحضرتكم ولكن في النهاية همنا أن طاقم التحكيم أجنبي هي نقطة فقط لغير قالها الدكتور إهاب الكومي وهي أن الاتحاد هو اللي بيتواصل الحياة اللجنة المنظمة هي اللي أيمأ بكل شيء من نفقات تكليف طاقم التحكيم الأجنبي للتواصل مع طاقم تحكيم أجنبي أوروبي أو لاتيني وإن شاء الله يكون طاقم تحكيم عادل والبعض إلي بالأمس لما شاف طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وفلانسيا وبيقولوا قادي طاقم التحكيم الأجنبي لا القصة ما كانتش كده القصة كان فيه ركنية والراجل لعب أو الحكم انتظر لما الركنية تلعبت ولما خرجت برة التمنتاشر لحظه كويس قوي قبل ما العرضية تتلعب كان الراجل صفر لكن القصة قل لها أن العرضية تلعبت فتم استقبالها ده جزء من فريق بالانسيا كان واقف بشكل واضح جدا داخل التمنتاشر خلاص صفارة الحكم طلعت والقرة خارج التمنتاشر فمش عايزين نقف عند اللقطة دي ونقول قادي التحكيم الأجنبي لا احنا عايزين تحكيم أجنبي لأن التحكيم المصري عليه علامات استفهام في مباراة القمة الأشخاص المرشحة للتحكيم المصري وكان على رأسهم محمد معروف بالفعل لا عليه علامات استفهام كتير جدا 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 وبسبب ضغوط جماهير النادي الآلي ردق اتحاد كرة القدم أو الجزء اللي كان معارض في اتحاد كرة القدم الذي كانت رأسه الأستاذ جمال علامة إلى صوت العقل صوت المنطق إلى طاقم التحكيم الأجنبي كل التوفيل للنادي الآلي في هذه المجارات النادي الآلي راحب للتدريبات بعد تدريبات أمس هيعود بكرة للتدريبات قال يوديانج ممكن يسافر النهاردة أو بكرة بالكتير لنمس الإجراء يعني عملية المنظر الرجبة هيكون معا طبيب من قطاع الناشئين كريم نتبد لسه موقفه من مباراة القمة لم يتحدد بطمنكم على كوكا وقلت لكم من بعد المباراة هي خفطة وكادمة وان شاء الله هيتم التعامل معها بشكل بسيط جدا وان شاء الله كوكا يكون حاضر في المعسكر أو في بعثة النادي الآلي إلى السعودية ويكون جاهز مباراة القمة لأنه واضح جدا أنه بيحمل أهمية كبيرة جدا عن ديمرسيل كولر اللي اختص كوكا بيعني تعليق بعد المباراة في المؤتمر الصحفي وقال أنه كان مهم جدا يتم الدفع بكوكا ومهم جدا أنه يرجع لنا مرة تانية كوكا لأنه كوكا من اللاعبين المهمين اللي عنده قرة قدم جيدة اللي بيقدر يعني يلعب الدور الدفاعي والدور الهجومي بنفس الكفاءة واللي عنده تمريرات بتوصل المهاجمين إلى المرمة وبالتالي كان مهم أن كوكا ياخد وقت فيه مباراة ينجيب في كنزة عشان يكون جاهز لمباراة القمة أعتقد كوكا منذ مباراة اتحاد جدا تحديدا في كأس العالم للأندية وهو بمثابة يعني نقطة مضيئة في وسط الملعب النادي الآلي عند مرسل كولر إن شاء الله كوكا يكون جاهز طبعا انتهت بالأمس الجولة السادسة بالنسبة كوكا زي ما قلت رحراتكم كوكا يعني الجولة السادسة اللي كان قاعد فيها في المدرج أمام الهجر السوداني بقى الجولة السادسة موجود فيه أرض الملعب بالنسبة كبيرة مصطفى شبير هينضم المنتخب مصر لما ييجي وقت منتخب مصر لكن حاوبة أقول إن الفريق المرشح الآن لموجهة النادي الآلي تم تحديده بشكل نهائي بعد مباريات الأمس في الجولة السادسة وأصبح عندنا مازمبي تاني مجموعة سانداونز وعندنا سينبا التنزاني وعندنا الترجي التونسي اللي جاه تاني بعد بيترو أتليتكو وحال الترجي يعني صعب ولكنه مش أصعب من حال الوداد اللي جاه تالت بعد سينبا وخرج من دور المجموعات كل التوفيق للنادي الآلي أيا كان منافس النادي الآلي سواء مازمبي أو سينبا أو الترجي ممكن أشوف تعليقات حضراتكم يعني من الأفضل للنادي الآلي يواجه مين من الثلاث فرق أنا بميل لمواجهة يعني بالترتيب كده سينبا ثم الترجي ثم مازمبي أشوف ترتيب حضراتكم في مواجهة الفريق المحتمل مواجهة النادي الآلي في الدور القادم في دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله اللي خرج طبعا منها يعني الفريق المصري الآخر برامدز بكل المليارات اللي تم صرفها على الفريق خلال كمس سنوات شارك في عشرين بطولة لم يحقق اللقب في أي بطولة وبيجي الناس يقول لك أصل بطولات النادي الآلي كانت بوكالة الأهرام أعتقد يعني اللي اتصرف على برامدز أكتر من كل اللي دفعه دفعيته بوكالة الأهرام للنادي الآلي مدى الحياة يعني أكتر بكتير على مدارة الفترة السابقة يعني وبالتالي النادي الآلي بطولاته بتأتي من هوية وده مهم جدا هوية بطل إدارة جهاز فني لعبين وقبل كل دول جماهير عندها هوية البطولة جماهير ما تعرفش غير الفوز بالبطولة جماهير الرياضة عندها في بعض الوقات وده رقم سلبي إن يكون فوز سمى فوز سمى فوز ولكن ده دوافع ليه الفريق النواية حقق الألقاب المتالية عشان كده النادي الآلي القصة مش قصة قيمة ومالية فقط لغير قائل عوامل المالية أكيد أكيد بتساعد بشكل كبير جدا إنك تكون فريق قوي ولكنها ليست العامل الفيصل في قصة حسم البطولات ده بالنسبة للنادي الآلي وأخبار النادي الآلي يتبقى خبر وحيد متعلق بيه النادي الآلي وهو محمد عبد المنعم ومغازلة مصطفى محمد ونادي مصطفى محمد نانت الفرنسي لمحمد عبد المنعم بالتأكيد محمد عبد المنعم قدم أداة جيد على مدار فترات طويلة سابقة وبالتأكيد هو محطة أنظار لأندية كتير أوروبية وأندية عربية وجاء لعروض عربية بالتأكيد محمد عبد المنعم تبعا للتقرير فرنسي على رادار نانت الفرنسي اللي مرشح الانضمام من مرشح محمد عبد المنعم للانضمام للفريق بتلاتة مليون يورو تقريبا هم حاطين كونتو التسوقية تلاتة مليون يورو وعارفين كويس قوي إنه هو بقي له موسم واحد فقط مع النادي الآلي فيقدروا إنهما يدخلوا في فترة الانتقلات الصيفية للتعاقد مع محمد عبد المنعم أنا بشوف إنه بنسبة كبيرة ربما محمد عبد المنعم مع الصيف المقبل يكون في نادي أوروبي ربما بنسبة كبيرة جدا لأن دي رغبة محمد عبد المنعم إنه هو يخرج من النادي الآلي من الباب الكبير وكان هدفه إنه يحقق دورة أبطال أفريقيا مع النادي وده تحقق بالفعل وحققه كان كمان علامة فارقة في تحقيق دورة أبطال أفريقيا الموسم الماضي بتسجيل وهدف في الوداد المغربي في المغرب وهدف الحصول والتتويج باللقب الحادي عشر هنشوف القصة هتصفر عن إيه ولكن إن شاء الله يكون محمد عبد المنعم مع الفريق أنا بصفة أهلاوي بحب إنه يكون لعيبة مهمة جدا تاخد أطول فترة ممكنة مع الفريق ومحمد عبد المنعم بالنسبة لي أهم المدافع حاليا داخل قارة أفريقيا نروح لمنتخب مصر وكابتن حسام حسن واعلانه السبع لعبين المحترفين محمد صلاح ترزيجيه مرموش مصطفى محمد حمدي فتحي محمد شريف وعودة محمد شريف وأحمد حجازي من الدوري السعودي وطبعا الحمد فتحولنا من الدوري القطري والحديث عن هل محمد صلاح هيشارك مع المنتخب أو هينضم المعسكر ولا ده متوقف هل صلاح هيلعب مع نادي ليفربول لإن الحقيقة في 24 أو 2024 محمد صلاح لقى فقط لغير 35 دقيقة مع نادي ليفربول وطبعا كانت الإصابات سواء بأم أفريقيا أو لما رجع ولاقى بال35 دقيقة ثم أصيب بعد ذلك في القصة حتى الآن ما زالت مبهمة بالنسبة لانضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب القادم واللي طبعا هيبدأ من يوم 12 مارس برغم أن مباراة نيوزلندا يكون 22 ولكن ده قرار الكابتن حسام حسن اللي ترطب عليه قرار بعد طلب من كابتن حسام حسن متعلق بمباراة الآلي وإمبي يوم 15 مارس التي تم تأجلها وتيجي تسمع هما ليه بيأجلوا للنادي الآلي مباريات قلنا قبل كده مباراة سبحان الله يا تقريبا كانت مباراة إمبي ما كانتش فارقه هي عمالة تأجل مباراة إمبي دي مباراة دي تم تأجلها بسبب طلب روي فيتوريا وأعلن حازم إمام أن مباراة النادي الآلي 31-12 لابد من تأجلها لأن النادي الآلي ولعبي مرهقون وعاوزين اللاعبين دول يكونوا جايين المعسكر بتاع المنتخب حالتهم البدنية والزينية أهدى من فكرة أن هما يطلعوا من السوبر المصري في الإمراض بعد كأس عام الأندية اللي كان في السعادية ويجوا لعبوا دوري محلي وانضموا تاني يوم للمنتخب ده كان اقتراح روي فيتوريا واللي أعلنه حازم إمام وتم التواصل مع الحاج عام الحسين وتم تأجيل مباراة بطلب من روي فيتوريا تم تحديد مباراة للنادي الآلي في التواقف الدولي 15 مارس الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن اللي طلع في المؤتمر الصحفي اللي قال لابد من استمرارية جدول الدوري ورفض المؤجلات والفرق بتسافر بطيرات خاصة حاليا هما اللي بيطلبوا أن مباراة الأهلي وإم بيتم تأجيلها لأن عايزين معسكر المنتخب اللي هيبدأ من يوم 12 مارس يكون بكل العناصر اللي تم ضمها للمنتخب واللعبين المحلين بالتحديد يعني وبالتالي هيتم تأجيل مباراة الأهلي وإم بيت هتطلع تسمع بقى إعلام موالي لنادي الزمالك وهتلاقي هجاز طلع يتكلم ليه مباراة أم بيتأجلت وبمناسبة الهجاز الهجاز طلع بعد مباراة الأهلي والبلدية وحتى مسؤولين من نادي البلدية دخلت معهم في حوار شخصي عن فكرة لماذا يتم لعب مباراة الأهلي والبلدية ده كان سؤال من مسؤول في البلدية هو أنا ينفع ألعب في عشر أيام ثلاث ماتشاط واحدة في برج العرب واحدة في المحلة واحدة في القاهرة والحقيقة كل الكلام ده كان عبارة عن شماعة للهزيمة الثقيلة أمام النادي الأهلي بخماسية بعد الخماسية اللي تلقاها نادي البلدية أمام سراميكا على ملعبه في المحلة بسبب طريقة أداء الكابتن أحمد عبد الرؤوف اللي طلعنا قلنا ما ينفعش يلعب هاي لايين ديفنس أمام النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو أندي عندها قدرات سراميكا عنده قدرات هجومية كبيرة جدا وعنده وسط ملعب فيه تمريرات متقنق جدا ويقدر أنه يحقق الفوز ويقدر أنه يضرب الدفاع المتقدم بالسلش دي جدا وده اللي خصل في مباراة الأهلي والبلدية طلع الهجاص وقال ليه يطلعب الأهلي والبلدية حرام عليكم ده دوري في مجملات ده دوري في مصالح ده دوري معمول عشان خاطر النادي الأهلي البلدية تظلم البلدية اتهزم به زمها كبيرة كنته ليه بالجاملة لنادي الأهلي النادي الأهلي مش محتاج مجاملات وبلا بلا 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 وكلام كتير جدا فييجي بعد تلات أيام البلدية يروح للعب مع الإسماعيلي في الإسماعيل لي مع مين؟ الإسماعيلي في الإسماعيل لي خلينا أقولك المباريات الجمعة 23 فبراير البلدية كان بيلعب مع سراميكا في المحلة واتهزم 5 3 ده امتى? تلاتة وعشرين فبراير التلات سبعة وعشرين فبراير يعني على رابع يوم البلدية لعب في القاهرة من المحلة للقاهرة جماعة لعب في القاهرة امام النادي الاهلي غزم خمسة واحد على رابع يوم نفس المدة الزمنية اللي بين سراميكو لبطرة والاهلي كان بيلعب الاسماعيلي فين؟ فين الاسماعيلية المبراخل سكام هالة هزم البلدية خمسة ده المفترض ان هو اتعرض لاجهاد اشد من اجهاد ما قبل النادي الاهلي لانه واجه النادي الاهلي وبالتالي صعب عليه مبراخل اسماعيلي وكمان في الاسماعيلية لا النتيجة خلصة واحد سفر البلدية عشان تعرفوا لما مسئول في نادي بيتحدث بعد الهزيمة امام الاهلي تعرف ان دي شماعة لو انت بتتحدث عن اجهاد كان الاجهاد ده استمر معاك بل اصابك اكتر في مبراخل اسماعيل في الاسماعيلية لكن انت قادر تتفوز وتطلع بالتلات نقاط بالنسبة للهجاس صباح الفل كلامك كله يعني انت معترف ان هو تهجيز قادي البلدية في الاسماعيلي مع الاسماعيلي في الاسماعيلية وبيفوز واحد صفر وجامعيلي اسماعيلي انقلبت على اهاب جلال و اهاب جلال اشار لهم اشارات وتم حل الموضوع والقصة اختهات قيادات الجماهير وقابلوا كابتن اهاب جلال ويا جماعة ما عليش اصلاحنا عندنا اصابات اصلا عندنا عبد الرحمن مجد المصاب اصلا عندنا لعبين شباب هيتم الدفع بيهم او هيتم الاعتماد عليهم في المواسم المقبلة فازبروا شوية على الفريق والحقيقة ان البلدية فاز على فريق كان في نفس عدد نقاط فاصبح الفرج تلات نقاط ستاشر بلدية تلاتاشر اسماعيلي وموقف الاسماعيلي اصبح لا يحسد عليه هل هنا حد تحدث بقى عن فكرة ازاي البلدية يلعب في الاسماعيلية بعد ربرة النادي الاهلي بعد رابع يوم محدش هيكلم محدش هيقول الكلام ده كل الناس فقط لغير بتطلع وقت الهزيمة تدور على الشماعة والشماعة الحاليا اللي موجودة اللي فيه توجه واضح جدا هي فكرة مؤجلات النادي الاهلي لأمورات النادي الاهلي ومين اللي بينصق الكلام ده الحاج عامل حسين عدوة تحاية كرة القدم المصري فتعال نلعب في هذا التوجه واضحة البلدية بتضع الجميع امام مسؤوليات الجماعة كل يوم بتكتشف ان الناس اللي بتطلع في الاعلام الرياضي وكمان ضمير وكمان ضمير يعني لسه نبارح بنتكلم عن برامة زكاشة في الناس كلها قال لك اقوى سكوات في مصر اقوى سكوات في مصر راح فين راح تحق خط حصالة المجموعة البلدية تهلزمت خمسة اصل الحقيقة البلدية مجهدة وعملت كعب دايرة على ملاعب من برج العرب للمحلة للقاهرة طبعا راحت الاسماعيلية وفازت راحت الاسماعيلية وفازت وبالنسبة بقى للناس اللي بتقوله هو الاهل اللي بيرعبش في اسماعيلية البلدية اللي خد خمسة من الاهلي بعد اربع ايام رحزة من الاسماعيلية اقوى ممكن لكل مبراز رفها ومش معير لأي حاجة بس انا يا مثلا مثلا يعني لما شوف الاسماعيلية وصل لمرحلة ان هو داخل تالت الدوري وعمال كل مبارا في الاسماعيلية اللي بيجيله بيكسبه اللي بيجيله بيكسبه ابدأ هنا اقول ايه لأ بقى هو الاهلي اللي ما بيجيلش الاسماعيلية لما لقيك واقف على رجلك لكن انت اصلا لو اقف على رجلك ولا عرف تكسب على ملعبك ولا بر ملعبك ونتائجك سيئة ونتائجك سلبية ومش قادر تجيب موافقة امنية وده الاساس وعايز الاهلي يروح يلعب في اسماعيلية ادينا امارة يا اخي الاعلام اللي بيقول لك اللي بيروح يلعب في الاسماعيلية بأمارة ايه عاستو لك تكافؤ الفرص هو تكافؤ الفرص مش متمثل حضرتك فان النادي الاهلي ما بيلعبش مباراته مع الاسماعيلي في القاهرة وبيدفع ضريبة ده برغم الاسماعيلي بيلعب كل الفرق في القاهرة ويروح يلعب مباراته في برج العرب هو ده بالنسبة لك ايه تاني وتالت ومليون مبارات الاهلي في الاسماعيلية متوقفة على موافقة امنية النادي الاسماعيلي جمه مدرية الامن يروح يجيب الموافقة الامنية والنادي الاهلي مش هيعترض النادي الاهلي بيبدعت الفرق قطاع الناشئين كلها بتروح تلعب في الإسماعيلية يعني الإسماعيل في الإسماعيلية عادي جدا بس عشان ايه عشان الامن وقتها بيقع موافق وبييوافق ليه لان يعني امورات قطاع الناشئين ما بيقباش لها الزخم الجماهيري في النهاية اطفال وبراعم وشباب صغيرين لكن انت عايز تودي فريق كبير بجهازه الفني في ظروف جوه يعني استاد محاوط بكل المناطق السكنية من الاربع جهاز فالامر صعب جدا فما ينفعش تعلع الامن هات موافقة الامن الاهل هيلعب في الإسماعيلية واللي خلى الإسماعيل يتهزم البلدية واللي خلى الاهل يكسب الاسماعيلي ستة صفر وستة صفر في الإسماعيلية قادر طبعا الناد الاهل انه يكسب عادي الإسماعيلي في الإسماعيلية بمطار بسطة ويا سيدي انت هات موافقة الامن والناد الاهل يروح يلعب لكن ما دون ذلك ما ينفعش تطع تتكلم الشمعات كترت والاحراج بيكتر يوم عن يوم عن يوم وان شاء الله النادي الاهلي يعني البعثة تسافر وكل اللاعبين مع الجاهزين للمباراة يكونوا موجودين مع مرسيل كولر ويكون ان شاء الله في النهاية العودة بكأس مصر بإذن الله نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام